اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل وأصحابه أجمعين إزايكم حبايب قلب أغباركم وعملين إيه يا رب كلكم تكونوا بخير النهاردة طبعا بصوا النهاردة كده هوريكم العجيارة إزاي إحنا إحنا بنطبخة وبنعملها ناس كتير جدا يا جماعة والله يا جماعة كتير جدا منكم بتخلي على الوصف عوزان يعرفوا إيه هي العجيارة هي ده العجيارة يا جماعة اللي إحنا بنطبخة البط ده عبارة عن كسر الرز ودرة ونسبة عليقة ونسبة من الردة أو رجع الرز حاجة كده بسم الله إن شاء الله دي هتغنيك عن الأعلاف هتغنيك عن حاجات كتير جدا تقدر إن إنت تستعمليها للبط وعاوز أقول لكم غير مكلفة الشكارة بتاعتها بـ 350 جنيه 25 كيلو الكيلو بـ 14 جنيه حاجة كده زي الفل إن شاء الله بكرة أنا جايبة منها شكارة إن شاء الله بكرة هنزلها لكم في الفيديو بتاع بكرة إن شاء الله علشان اللي عاوز يشوف دي بقى الميزة بتاعتها إن أنت بتحط عليها أي حاجة إشرو بطاطس بتنجان طماطم عندك أي حاجة دي التربية يا جماعة اللي إحنا منطلحها منها بسم الله مش الله شايفين الفراخ البلدي عاملة إزاي شايفين البط يا جماعة على فكرة البط دوت من البط البلدي اللي هو المرجان أو السوداني البط دي يا جماعة ما بيزيتش عن 3 كيلو و النتاية بتاعتم ما بيتزيتش عن كيلو و نص بالكتير تمام شايفين عامل إزاي بسم الله ما شاء الله حاجة كده زي الورد هتربي تربية بسيطة غير مكلفة وهتاخدي نتيجة جميلة جدا بسم الله ما شاء الله ربنا يبرك لنا يا رب فرزقنا ويوسع علينا جميعنا اللهم أمين زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله هنا طبعا أنا بطبخ وببدأ إن أنا أحط منها للطيور بتاعت البط والفراخ كل حاجة حتى الرومي بأكلوا منها بس عايز أقول لك لو أنت أول مرة تشوفي القناة يا ريت نزيت تشترك فيها واتفع علي الجراز علي كل وما تنسيش تحط لك للفيديو كدعم منك للقناة بكون جزاك الله كل خير عاوز أقول لكو الكومنتات السلبية اللي بتخشي لتقول لي إحنا مستفدناش منك بأي شيء أو إحنا إحنا دخلنا وجعنا دماغنا عنك عندك على الفاضي عاوز أقول لكو آآ يعني والله بصوا قطر خيركو لو قلتوا كلمة كويسة آآ آآ أعدلكو لو قلتوا برضو كلمة مش كويسة أو إن أنتوا مسلا بتخشوا ضيقوني بالكلام برضو أعيد لكو يعني في تلك الحالتين إذا كان سيئة أو حسنة فالتنين أعدلكو أنا مش هشغل الدماغي بيكو أنا هكمل طريقي للنهاية مدام أنا واسكة في المحتوى اللي أنا بعمله واللي أنا ماشي فيه خلاص أنا رامي أحمله كلها على ربنا واللي عند ربنا ما بيروحش حمد لله حتى لو أنا بعرف طيوري على قدي أو بإن أنا بقدر إن أنا أنازل للجمهور بتاعي أو الناس أو أخوتي اللي معايا على القناة نازل لهم خلطات وسط بحيث إن هم يقدروا يشتروها يقدروا يتعاملوا معاها يقدروا إن هم يسمينوا بدون تكلفة دي مفيش فيها أي حاجة من الوحاشة أو فيها أي حاجة بالعكس لأ أنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا نازل لكم الحاجة لسعرها معقولة تقدروا اللي تقدروا إنكم تشتروها وتقدروا تشتغلوا بيها للطيور بتاعكم اللهم بارك دي حاجة طبعا من الحاجات اللي أنا بشتغل بيها طول فترة الشتة وهي العجيرة من الحاجات الجميلة جدا جدا اللهم بارك حاجة كده يبصوا يعني عاوز أقول لكم حاجة كده جميلة جدا ربنا طبعا يعني ربنا يحسن ما بين إيدنا جميعا كل واحد بيربي على قد ما بيقدر فيه ممكن رب عشرة فيه ممكن رب مية فيه ممكن رب خمسين فيه ممكن رب خمسة فكلنا مختلفين عن بعض تمام ما فيش حد يا جماعة متكامل في كل حاجة لو أنا برب بعجيرة وناس تانية بتخشوا تقولي إحنا مناش لقيينها أنا بسمع كلام ما لهوش لازمة أصلا يعني أنا بقول لك يا جماعة أن العجيرة موجودة أهيئة قلتوا لي طبعا إحنا مهاش موجودة في المحافظات حاولت بقدر الإمكان لأنا أقول لكم الخلطات بتاعتها أو المكونات بتاعتها علشان تقدروا أن تجبوها ذكورة البط زي ما حضراتكو شايفين باسم الله ما شاء الله اللهم صلى عنا بحاجة كده جميلة جدا 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 يعني أنتوا عاوزين أكتر من كده إيه ما نشعارفها بصراحة يعني حاجة كده بصي من الآخر إنت هتأكد البط بتاعك هتسمين الطيور بتاعتك إذا كان فراغ بقى أي حاجة تانية فيش أي مشكلة عاوز أقول لكم كمان أن العجيرة لما بشتغل بها أو العجيرة لما بشتغل بها ما بجيبش خلطات فراغ خالص للبيت خالص نهائي ما بجيبش وزي ما تشايفين فراغ كبيرة صغيرة كله بيشتغل وكله بيقول منه ما شاء الله اللهم بارك حاجة كده بصوا فوق الخيال والوصف يعني يا ربنا يبارك لنا يا ربي فرزقنا عاوز أتدي نسبة علف عليها إدي ما فيش أي مشكلة بس أنا يعني بقول لك هي أصلا مش محتاجة أني أنت تحط عليها علف لأن هي فيها نسبة عليها بصراحة يعني العلاقة دي هي إيه وفي ناس كتير جدا قيت لها العلاقة دي إيه يعني أو مشاه العلاقة دي يا جماعة لها نسبة العلاف اللي هو البياط أو العلاف 16% تمام بالمناسبة كان في حد يسألني قال لي شكرة العلاف اللي هي 18% تسمين البط بتاعتك تسمين بتاعت البط آآ بكام أنا سألت عليها النهاردة جماعة عاملة 550 جنيه 550 جنيه يعني فرقها 50 جنيه وتجيب شكرة علف خشنة بصراحة يعني فأنا عندي العجيارة إن أنا أشتغل بها وسمين بها البط أفيد لمت مرة من ألف شكرة علف بصراحة يعني حتى لو أنا هجيب شكرة سعرها قليل بس العجيارة كويسة جدا أول حاجة هترمي معاك في الوزن يعني لو أنت مثلا هتردري أو أنت هتطبخي اتنين كيلو لاثنين كيلو دول هيبقوا متراتة كيلو ده غير بها عندك بابة وقي بيت عندك تنظيف سمك عندك أشور سمك عندك بطاطس عندك أي حاجة عاوزة تدفعها له وهيبقى الطبخ خضي في كل دوت وهتأكل مرة واحدة يعني لا هتفكر ولا هتحتاري ولا هتتعبي نفسك في تربية ولا أي حاجة ما شاء الله اللهم بارك أحلى تربية والله العظيم أخدتها وأحلى طيور ربتها كانت على العجيارة أو الدشيشة يعني ناس كتيرة جدا على فكرة فيه ناس كتيرة جدا بتخشيلي على القناة بتقول لي احنا عارفين احنا كنا بنطبخها على السمك للبط وكتير جدا من نكو قال لي هو السمك بيعمل زفارة السمك ما بيعملش الزفارة خالص في الطيور يا جماعة عنهائي ما فيش حاجة اسمها أصلي الفص ما بنجو نطبخه بنحس ان هو زهن ما فيش كلام من ده خالص فيش كلام طول عمرنا بين رب البط على السمك والعيش والرز والبوائل أكل البيت والحاجات كلها عمرنا في حياتنا ما شامنا راحية زهامة ولا أي حاجة بتبقى راحية الزهامة في ايه؟ راحية الزهامة بتبقى موجودة في البيت بتاع البط يعني بيض البط طبعا بيض البط ونتعار فيه محدش بيأكله لو عندك مجموعة من البيض ومتشافة تعملي فيها ايه؟ ممكن ان انت تسلقيها وتأكلها للبط وللفراخ عادي كنسبة بروتين وكالسا فما فيش منها ايه مشكلة لكن اكل البط بتاع البط لا اما يعني بصراحة ما اصلش جرفته قبل كده ان بيبقى زهم أصلا تمام كده فهي بصوا زي ما قلتلكم العجيرة جميلة جدا من ناحية التسمين والطيور بتاعتك يعني هتسميني بدون تكلفة ومش هتعود توجعي في دماغك أصلي نجيبش قرط خلطات ونحط مش عارفة نحط كسر الفول كسر الفول دلوقتي عامل 25 جنيه الكيلو الدرة الصفرة عاملة دلوقتي 22 جنيه العليقة او العلف الخشن الواحد وعشرين في المية عامل 25 جنيه العليقة النعمة عاملة 27 جنيه فطبعا يعني انت عشان بقى تمشي نفسك طول الأسبوع يعني عشان تربي بقى بط وفراخ يعني تربي لك بطتين على فرختين كده هتستهلك في الأسبوع أقل حاجة يعني أقل حاجة لو انت جيبتش قراءة يعني هتجيبلك مسلا حاجات في حدود 1000 جنيه عشان تعمل شوية خلطة او تجيب اي حاجة كده تمشي بها الأمور فاحنا بنوفر عليك كل ده وبقولك هتلعجة يرى او لو انت متشلق اياها هتلاقيها ممكن تجيب المكونات بتاعتها وقلتلك قبل كده كسر الرز والردة او السرس او الكشور بتاعت الرز اللي هو الرجيع تمام مع شوية ضرة صفرة مع شوية عليقة بقى والله عاوزة تحط على اخيشنة واحد وعشر في المية او تلاتة واحد وعشر في المية او تمنتشار في المية حطيها فيش اي مشكلة كل دوت هيرجع للطيور بتاعتك الغزاء اللي انت بتأكليه كل ده هيبان عليه في الاخر ده الفيديو بتاع النهاردة يا ربي يكون عجبكم ما تنزلنش في لايك واشتراك واتفعلوا الجرس عشان نوصل لكم كل جديد